الأول خلونا نتبع مع حضراتكم ملخص زيارة الملك سلمان للقاهرة خمسة أيام اللي صاحبها عدد كبير من الاتفاقيات بالإضافة برضو لحالة الجاتل خمسة أيام ستسجل في كتب التاريخ خمسة أيام زار فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بلده الثاني مصر لقى فيها ترحيبا رسميا وشعبيا كبيرا زيارة تمثل تدويجا للعلاقات الأخوية الوطيضة التي تجمع البلدين الشقيقين وتتزامن والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة ثاني أيام زيارة العاهل السعودي لمصر شهدت توقيعه والرئيس عبد الفتاح السيسي 16 اتفاقية تعاون بقصر الاتحادية من بينها اتفاقيات في مجالات عدة مثل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومجالات النقل البحري والكهرباء والطاقة واتفاقية تطوير مستشفى القصر العيني كما أنهى يومه الثاني في الزيارة باستقبال شيخ الأزهر الشريف بمقر إقامته والبابا تودرس الثاني بطريارك الكرازة المرقصية لتكون المرة الأولى التي يلتقي فيها عاهل سعودي ببابا الكنيسة القبطية ومن استقباله لبابا الكنيسة القبطية إلى زيارة تاريخية للجامع الأزهر الشريف قام بها في ثالث أيام إقامته بالقاهرة ملتقيا بالدكتور أحمد الطيب لمناقشة تنصيق الجهود بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف وفي مساء اليوم الثالث للزيارة استحب الرئيس السيسي الملك سلمان بن عبد العزيز في جولة تفقدية بقصر عبدين أشهر القصور المصرية وتم التوقيع على عدد إضافي من الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء اتفاقيات عدة من أهمها إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال زخم سياسي واقتصادي كبير للزيارة دفع العاهل السعودي لزيارة البرلمان المصري الذي أعرب فيه على أهمية وجود قوة عربية مشتركة لمواجهة الأخطار التي تحيط بالأمة العربية ولم تنتهي زيارة الملك سلمان التاريخية لمصر إلا بزيارته لجامعة القاهرة حيث سلمه الدكتور جابر نصار الدكتوراه الفخرية في حفل مهيب تحت قبة ذلك الصرح العلمي الشامخ ترجمة نانسي قنقر